بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم متابعي قناة انفولجي الكرام ورجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد عن برنامج المايكروسوفت وورد وطبعا كلنا بنتطر ان احنا نعمل اختبارات اللي طلبنا واحيانا بنجد صعوبة في ادراج على متى صح او خطأ في رأس السؤال وفي الفيديو ده هنشوف كيفية ادراج علامة الصح او الخطأ انا محمد حامد تابعوني طيب دلوقتي طبعا حضرتك هتفتح ملف وورد عاد خالص داكمنت على المايكروسوفت وورد زي ما حضرتكو شايفين كده تمام وتبدأ بالدزاين او بتصميم الاختبار ووضع الاسئلة الرئيسية ووضع النقاط وكده المشكلة بقى اللي بتواجه بعض الزملاء وبعض المدرسين ان هم مش بيعرفوا يعملوا انسيرتنج ليه الترو ساين والبلس ساين دي يعني ما بيعرفوش يعملوا ادراج لعلامة الصح وعلامة الخطأ انا هنا حطيتها كده عشان الفت انتباه حضرتكم ليه علامة الصح وعلامة الخطأ ولكن خلينا حط الكورسر هنا كده اللي هو المؤشر واضغط على انتر من الكيبورد عشان ينزلي للاين جديد او لساطر جديد ونبدأ بقى اشرح بالتفصيل كيف ان حضرتك بتدرك علامة الصح وعلامة الخطأ نكتب مثلا رأس السؤال وليكن خلينا عيده تاني عشان بس اورر لحضرتكو كيف بيتعمل ضع كده وافتح كوس من شفت مع زيرو وبعدين انتظر بعد كده اروح فين اروح على المانيوبار ده ومن الانسرت تتاب من قائمة ادراك دي او انسرت نروح على سيمبلز جروب من هنا كده وبعدين اروح على حاجة اسمها سيمبل كده لما اضغط على سيمبل بتجيل دروب داون لست يعني قائمة منسادلة ناخد حاجة اسمها مور سيمبلز نضغط على مور سيمبلز كده ما ننساش بقى الحاجة المهمة جدا اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها ان هنا بيجيلك رموز كتيرة جدا 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 وحضرتك ممكن تدور كتير ومش بسهولة تلاقي الترو ساين والفول ساين او علامة الصح او علامة الخطأ ولكن انا اروح على فونت او خط عشان الناس اللي عندهم الوفيس باللغة العربية اروح على فونت او خط هنا تمام واضغط على دروب داون لست دي القائمة المنسادلة دي وابدأ اخد حاجة اسمها ويندينجس ويندينجس لازم ابحث عنها واختاره تمام نبحث عنها كده ايوا هي دي خلي بالك انت عندك اتنين عندك اتنين عندك هنا واحدة ايه وعندك واحدة خد التانية سيب الاولى دي سيبها وخد التانية نضغط عليها كده وبعدين ننزل تحت كده بالاسهم دي وهلاقي علامة التشوف علامة الصح هنا اضغط عليها كده واعمل insert فدم يدرج العلام واقفل الكوس وكمل كتابة واكمل كتابة يبقى انا كده اضع علامة صح ااخد كده مسافة او خطأ افتح كوس برضو تاني كده وبعدين اروح على insert وبعدين على symbols واضغط عليها واخد more symbols نفس الكلام وانزل تحت برضو هنا خالص كده تمام وبعدين ااخد علامة الخطأ واعمل insert واقفل الكوس كده اقفل الكوس تمام كده امام واكمل ايه بقيت السؤال بكل سؤالة خالص امام العبارات الاتية اكتب باينة امام العبارات الاتية وهكذا امام العبارات الاتية وهكذا واكمل باقي لأسئلة بتاعتي بكل ايه بكل سؤالة طيب واحد يقول لدلوقتي انا عايز احط علامة الصح والخطأ في مربع اعرف عدخال اهو بنفس الطريقة بنفس الطريقة ضع نكتب برضو ضع علامة كده وهفتح كوس او مش هفتح هنا كوس باعش انا عايز احطها في مربع طيب اراع على insert وبعدين symbols group ومن symbols واخد more symbols كده وبعدين انزل تحت برضو من هنا هتلاقيها جنبها بالزبط جنبها كده شوف علامة الصح هنا ايه علامة الصح اضغط عليها واعمل insert فيتم الادراك تمام او واعمل كده كلمة او واروح نفس الخطوات تاني symbols وبعدين more symbols وبعدين انزل تحت برضو من هنا كده واخد علامة الخطأ واعمل insert واعمل close لما خلص واكمل امام واكمل بقى رأس السؤال كده امام العبارات الاتية واكمل بقى ليه واكمل وضع لها سئلة وده طبعا كان الدرس الخاص اليوم واشكركم كل شكر وطبعا لا تنسونا بدعم القناة والاشتراك في القناة لان زي ما حضرتكم شايفين كده احنا لسه مبتدئين ولسه في اول الطريق وان شاء الله بدعمكم وتشجيحكم بازن الله ستكون قناة هي القناة الاولى المتخصصة في الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الحاسب الاهلي في الوطن العربي بازن الله واشكركم كل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته